يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة قبل ما ندخل في التفاصيل نقطة نظام أو عشان نكون دقيق نقطتين نظام النقطة الأولى لا يولد مؤمن من جحر مرتين والحقيقة هم مش مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة هم كتير قوي الحقيقة وما يكفيش نعد لكن هفكر حضراتكم بس بحاجات بسيطة جدا حصلت في نهاية السيزن الأخير كان بتتكلم على مشاكل في إدارة النادي الأهلي وعدم قدرة الإدارة على السيطرة على مرحلة انهيار فريق كرة القدم أو كانوا بيتكلموا كتير جدا على مشاكل فقط اللبس وخلافات بين الجهاز الفني ولعبة النادي الأهلي أو حتى في أوقات كتيرة جدا كانوا بيتكلموا كمان على أنه الفرقة بقت فضية وما بقاش فيها نجوم وأنه كل النجوم الكبار رحلوا عن الفريق كلام ده كتير جدا سمعناه على مدار الموسم الأخير ورغم كده فاز النادي الأهلي بالسلسية وحقق البرونزية دول النجوم ودي نفس الفرقة اللي فرحت جماهيرها السنة اللي فاتت رغم كل المطباط الصناعية اللي حاولوا ان هم يحطوها في طريقها وهي هي نفس المطباط وهي هي نفس المحاولات اللي بيحاولوا ان هم يكرروها مرة تانية خدوا بالكم جدا جدا في التوقيت ده التوقيت ده في غاية الأهمية والشيء الوحيد اللي بطلبه من الجماهير نادي الأهلي هي المسندة والدعم للفريق خدوا بال حضراتكم للناس اللي بتحاول تسخنكم على إدارة النادي الأهلي والناس اللي بتحاول تسخنكم على الجهاز الفني للنادي الأهلي وتحديدا مستر موسيماني وكمان الناس اللي بتحاول تسخنكم على نجوم الفرقة وعلى لعابة الفرقة اللي وارد جدا يكونوا مش موفقين في بعض المباراة ولكنهم ممكن جدا يكونوا حاسمين في مباراة أخرى والدليل معانا وهنعرضه على حضراتكم على مدار الحلقة ده رقم واحد رقم اتنين توزيع أدوار دوري ودور حضراتكم هنا احنا بنعمل ايه واحنا اتفقنا مع حضراتكم من البداية السادسة انه البرنامج ده هيكون فيه المساحة الأكبر للجمهور وانه من حق جماهير النادي الأهلي اللي غايبة عن المدرجات ان يكون لها مساحة للتعبير والتوصيل صوتها هل ده معناه ان احنا ما ننتقدش هل ده معناه ان احنا نغمض عينينا وما نشوفش السلبيات لا بالتأكيد مش ده المقصود ومن حق حضراتك تنتقد مدام النقد موضوعي وفي حدود الاحترام ومدام نقد بناء يفيد الفرقة انه في الظروف اللي احنا فيها دي وكلام على دوري ابطال افريقيا على وجه التحديد احنا محتاجين اللي يسند مش اللي يوقع محتاجين اللي يبني مش اللي يهد ده دورنا وده دور حضراتكم وبالتأكيد في النهاية حدفنا هو مصلحة النادي الأهلي مش مصلحة اشخاص لا بنتكلم على جهاز فني ولا بنتكلم على لعيبة ولا بنتكلم على مجلس ادار تحياتي لحضراتكم والنهاردة معنا تفاصيل كتير وهنفتح ملف التحكيم للأسف شديد جدا وعلى الرغم من اقويل كتيرة كانت بتكلم على مجاملات وعلى مؤامرات على فرق تانية اعتقد النهاردة بالدليل القاطع نقدم لحضراتكم اخطاء تحكمية حصلت على ارض النادي الاهلي وعلى ملعب النادي الاهلي كانت مؤثرة جدا في مشواره في العديد من نسخ دوري ابطال افريقيا مساء الخير على حضراتكم مساء الخير يا صار مساء الخير عليك يا احمد مساء الخير على حضراتكم وخليني اخذ من كلامك يا احمد واقولك انه مهما كانت المحاولات لتسخين جماهير النادي الاهلي على اي ان كان اللعيبة الجهاز الفني الا انه دايما بنقول قد ايه جمهور الاهلي مثقف وواعي وفاهم اهمية المرحلة اللي احنا فيها وعشان كده انا اصلا مبسوطة لما لقيت مبارح الترند رقم اثنين على تويتر هو جمهور الاهلي يثق بكم اتبسطة جدا وانا بقرأ كل كلمة موجودة في الهاشتاج ده وكل دعم من جماهير النادي الاهلي للعيبة وهم فاهمين قد ايه دي مرحلة حاسمة ومرحلة مهمة جدا وفعلا ده الوقت اللعيبة والجهاز الفني وفريق النادي الاهلي محتاج فيه دعم الجماهير اللي عمرها ما غابت ولا عمرها غاب عن النادي الاهلي الدعم ده طبعا خليني كمان يعني اقول لحضراتكم انه قد ايه مهم جدا ان احنا نكون وقفين في ظهر فريقنا الفترة اللي جاية احمد مش بس مباراة الاسماعيلي اللي هي طبعا مباراة مهمة في الدوري ودايما بقول انه خلاص الفترة اللي جاية سواء الدوري او افريقيا احنا بنتعامل مع المباراة دي ان هي مباراة خروج المغلوب مباراة كؤوس مش عايزين لا نفرد في اي نقطة قبل فترة التوقف الدوري وعايزين نرجع لمركزنا الطبيعي في الدوري في المركز الاول انه لسه فيه مؤجلات للنادي الاهلي باذن الله فيتا كلوب مباراة مهمة جدا كنت شايفة الجماهير وهي بتتكلم برضو او بعض من جماهير النادي الاهلي بيتابعوا التصريحات بتاعت مسئولي فيتا كلوب واللعبين في فيتا كلوب انه هما بيتكلموا على انه الفوز على النادي الاهلي بنسبة 90% هيحصل التأهل على حساب النادي الاهلي وارد جدا وكبير جدا والفرص كبيرة وانه كانوا بيصفوا انه فيه بعض الغرور في التصريحات وانا شايف انه من حقق اي حد انه يشوف انه فرصته اقرب للتأهل المهمة احنا نركز في نفسنا المهمة احنا في الظهر فريقنا ومهم انه فريقنا عارف كويس قوي انه ظروف المباراة دي مختلفة وانه المباراة دي فعلا لو قدرنا ان احنا نفوز فيها ان شاء الله هنوفر علينا كتير قوي وهنرتاح كتير قوي حسناك عايز تقول حاجة عايز اقول سرع نقطة مهمة جدا انه الدافع الاول لأي لعب كرة والجهاز الفني هو انه يفرح جماهيره هو انه يكسب ويحقق بطولات وهنا بيجي فكرة انه بالتأكيد المحاولات دي مش هتكون مؤثرة على اللعيبة يعني كل ما يتم تناوله عن مستر بوسماني او عن بعض الاسماء في لعبة النادي الاقلي في الفترة الحالية او عن التيم كله بشكل عام انا متأكد انه مش بيأثر بالدرجة الكافية يعني مش واصل للعيبة ومش ممكن يكون ليه تأثير سلبي التأثير السلبي الوحيد هو انعكاس رأي الجمهور او تأثير الجمهور بما يقال ومن بعدها يكون ضغط جماهيري يؤثر سلبا لانه الضغط او الدعم الجماهيري من الممكن انه يخلق حالة توتر وضغط شديدة جدا على اللعب ما تساعدش بالعكس تسبب مشاكل اكتر ومن الممكن انه يكون ضغط ايجابي بمعنى حالة من حالات الدعم والمساندة اللي تخلي اللعيب في اعلى حالة معنوية اللي تخلي اللعيب بعيدا عن اي ضغوط ويبقى عنده رغبة حقيقية في انه يصلح اللي فات عنده رغبة حقيقية في انه يرضي الجماهير وبالتالي النوع ده من الضغط هو المطلوب واللي محتاجينه بجد في توقيت الحالة وده اللي حاصل يا احمد لما بقولك لما تقرأ الكلام بتاع جماهير النادي الاهلي امبارح ويبتكلم على انه احنا وثقين فيك واثقين ان المرحلة دي مهما كانت صعبة احنا في ظهركوا وان انتوا رجالة وقدها وزي ما فرحتونا بالسلاسية والميدالية البرونزية برضو هتفرحونا بإذن الله في افريقيا وفي مشوار العشرة ده الحقيقة بيدينا امل كبير وبيبسطنا انه قدي الجماهير الاهلي في ظهر الفريق وعايز اقولك كمان انه ده وارد جدا ويحصل في اي وقت امبارح لما بتفرج على منشستر سيتي ومنشستر يونيتد واليونيتد قدر انه يكسب بعد السبع وعشرين مباراة كاملة لمان سيتي ما بيخسرش في كل المسابقات شوف كلام جوارديولا شوف كلام الصحف العالمية بيقولك افضل الفرق مهما كانت هي مين مهما كان عندها من اللعيبة ومن مهارات الا انه برضو بتقدر انها تخسر وما فيش حد يعني هيكسب عمره كله فالحقيقة جمهور الاهلي فاهم ده كويس قوي ومش بيسمع لأي مؤامرات او اي محاولة للتسقين خلينا قبل ما نروح لعناويد الحلقة نروح لسؤال حلقتنا طبعا هو مين افضل تلات لعيبة من وجهة نظر حضراتكم في مباراة الاهلي وفيتا كلوب اللي فاتت طبعا هتشاركونا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام فانتظار تصويت حضراتكم ونبدأ بأهم الأخبار والعنوين موسيما يجتمع باللعبين للتحضير لمباراة الاسماعيلي الاهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ايمن اشرف يكتفي بجلسة في الجام ليفر فول يسعى الضم امبابي لتعويض رحيل صلاح المحتمل كيف تخفض عقوبة ايقاف احمد احمد لسنتين بدلا من خمسة يوكوفيتش يصبح المصنف التاريخي الاول للعابي التانس اهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا يعني هنتكلم طبعا في سعادات النادي الاهلي لمواجهة الاسماعيلي بس خاليني اقول لحضراتكم انه المرحلة الجاية وطبعا يمكن المصدر الالى الكبير بالنسبة للأهلي وجماهيره والجهاز الفاني طبعا هو الإصابات وبالتأكيد احنا يمكن قلنا وتكلمنا على قد ايه انه الفرقة مرهقة بشكل كبير تلاحم المسلمين مع بعض مشاركة في بطولات مختلفة حجم المجهود البدني الرهيب اللي بيلعبه اللعيبة بتلعب الحقيقة ما تشط تقيلة جدا في بطولات دولية ما تشين يمكن كل اسبوع وبالتالي ده النقطة المقلقة نتمنى ان شاء الله في الفترة اللي جاية يعني اعتقد عودة معلول هتفرق معنا كتير وليد سليمان يفرق معنا كتير ناصر ماهر اعتقد كمان يبقى ليه باصمة مهمة جدا مع نادي الاهلي وبالتالي ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية مع عودة المصابين يبتدي شكل الفرقة يرجع لشكله او لقوامه الطبيعي مرة تانية من الاخبار المفرحة انه كابتن سيد عبدالحافيز قال انه بنسبة 95% علي معلول هيلحق ان شاء الله مباراة فيتا كلاب مباراة العودة كمان وليد سليمان هيعود للتدريبات الجماعية في فترة التوقف الدولي فعلا يعني اتنين من اللعيبة وطبعا باقي اللعيبة المصابين ونتمنى لهم الشفاء بيفرقوا جدا في قوام الفريق الرئيسي وبيفرقوا جدا في كل المباريات وفي الاوقات الحاسمة الحقيقة بيقدروا نهم يحسموا كتير من المباريات والنهاردة الحقيقة في التمرين زي ما حالكم شايفين وليد ومعلول على وجه التحديد يعني اشتغلوا بدني كواس جدا مستر موسيماني كمان كان ليه قاعدة مهمة ومطولة مع لعابة الفريق النهاردة قبل انطلاقة الميران الجلسة دي اتكلم فيها مستر موسيماني على بعض الأمور الفنية المرتبطة طبعا بالاستعداد والتحضير لماطش الإسماعيلي المنتظر ان هو يكون يوم الأربع اللي جاي فيه بطولة الدوري الممتاز اتكلم مستر موسيماني على الوحدات التدريبية المتنوعة اللي اللعيبة هتاخذ عليها في الفترة الأخيرة واعتقد انه وده من وقع المباراة الأخيرة مع فيتو كلاب يعني حضرتكم حطوا النتيجة على جنبه وقرنوا مطش الأهلي بمطشاته فيه كاس علم أندية بمطشاته فيه دوري أبطال أفريقيا بمطشاته فيه بطولة الدوري العام هتلاقوا انه على مستوى الأداء وعلى مستوى القدرة على الاستحواز وعلى مستوى صناعة الفرص وعلى مستوى اليقى البدنية الأهلي أدى الحقيقة واحدة انا بشوفها من أفضل مبارياته يمكن تركيز مستر مسلماني في الفترة الجاية يشتغل على فكرة الفنش اللمسة الأخيرة قدرتك على ترجمة الاستحواز والفرص والسيطرة المطلقة دي لأهداف وبتهيأ لي أنه قادرين جدا إن شاء الله بإذن الله لو شوفنا الأداء ده في الكونغو أعتقد أنه الأهلي قادر على حسم البطاعة كمان خلينا طب من حضركم على أيمن وطاهر لأنه الحقيقة الاتنين النهاردة ما شاركوش في التمرين ولكن كان ليهم بعض التدريبات الخفيفة في الجيم بيأحسين شوية بحالة إرهاق أو إجهاد فمستر مسلماني والجهاز الفني قرروا إلى حد ما يريحوهم عشان يكونوا جاهزين لكن أنا بالنسبة لي معلول وليد أنا بس يعني وأكيد طبعا هيكون في مقدمة أولويات الجهاز الفني والطبي أنه ما يرجعوش إلا لو نسبة شفاقهم بنسبة 100% يعني ما فيش مساحة مغمرة ومش ما نستحملش نفقد السناء الدول على وجه التحديد في المرحلة اللي جاية بأي شكل من الأشكال أكيد طبعا أحمد خلينا نروح لليفر بول طبعا بيسعى فيه أخبار كتير جدا وتقارير صحفية كتير جدا بتتكلم على أن الليفر بول الفترة اللي جاية دي بيسعى أنه هو يضم كليان إمبابي في حال أنه فعلا محمد صلاح ممكن يرحل عن ليفر بول وفقا لتقرير صادر عن صحيفة إسبانية قالت أن نادي ليفر بول عازم على أنه يتعاقد مع كليان إمبابي لعب باريسون جرمال الفرنسي وأن نادي ليفر بول عنده قوة اقتصادية كبيرة تأهله أنه يتعاقد مع اللاعب ده بالإضافة أنه هو كمان هيستفيد من ليبرون جيمز اللي هو اللاعب كرة السلة الأمريكي المساهم في حصة بالنادي الإنجليزي وكمان بتجمعه علاقة قوية باللعب الفرنسي فهيبقى مساهم جدا في الصفقة دي في انتقاله للليفر بول وقال أن العلاقة المتوترة بين محمد صلاح ويورجين كلوب وربطه بالشكل مستمر بأنه هو هيخرج من ليبر بول وهيروح برشلونة أو ريال مادريد خلت أنه حطين أمل كبير جدا على أنه التعاقد يكون مع إمبابي علشان يعوضوا رحيل محمد صلاح المحتمل وقالت كمان الصحيفة الإسبانية أن صلاح منفتح زي ما قلت لحضراتكم كده بقلنا فترة بنتكلم في الموضوع ده على الرحيل لريال مادريد أو برشلونة لو تم بيعه فعليا فالباب هيكون مفتوح قدام ليبر بول أنه هو يتعاقد مع إمبابي ومعهم فلوس أنهم يقدروا يعملوا ده لكن ريال مادريد هو كمان خلال الفترة اللي جاية هيكسف جهوده علشان يتعاقد هو كمان مع إمبابي في صراع على إمبابي هو الحقيقة ديليستار قالتها صراحة أن محمد صلاح يقرر مغادرة ليبر بول ويبحث في وجهته المقبلة الحقيقة يمكن التقارير دي بتعكس حالة توتر شفناها وتبعناها ومقصرة على الفريق كله بشكل عام يا سارة وبتالي كمان أنه ليبر بول على وجهة التحديد في حالة فقدانه صلاح من الممكن أنهم بابي يكون تعويض جيد ليه لأنه الاتنين الحقيقة لعيبين على مستوى عالي جدا لكن معاناة ليبر بول على مستوى الدفاع أنا بتالي هي العقبة الوحيدة أو المشكلة الوحيدة اللي ظهرها والمقصرة عليه جدا في السيزن الحالي هي المشكلة الأكبر فعلا فاندايك مش عارف يعوض غيابه تقريبا وعشان كان يمكن كان فيه كلام على اهتمام ليبر بول بالتعاقد مع كوليبالي عشان يسد حتى في عودة فاندايك يبقوا هما الاتنين أعتقد السنائي جبار يعني في خطة الفعال ليبر بول بس دائما تصريحات يورجين كلوب يا أحمد أنه اللعب اللي مش عايز يكمل أنا مش هتمسك به أنت مع المدرسة دي أنه يعني خلاص اللي عايز يمشي يمشي مع السلامة لله عايز يمشي ولا أنه لازم يكون المدرب متمسك بأفضل اللعب عنده في الفريق مفيش حد عايز يمشي يمشي وهيبقى عنده قدرة على عطاء بنسبة 200% يعني مهما كان يعني قلنا ميسي أنا لما جم حصلت مشكلة ميسي مثلا لو حالكم تتذكروا قبل بداية السيزن ولأ ماشي لأ مش ماشي لأ في غرامة لأ مفيش غرامة وقلت أنه حتى لو ميسي فضل في البرسة وجودا وجوده في البرسة رغما عنه يعني وهو حاسس أنه مجبر على ده بالتأكيد مش هيبقى عنده القدرة أن يدي طاقته بنسبة 100% عشان كده أفهم جدا واحترم جدا المدرسة اللي بتقول أنه إذا كان اللعب ما عندهوش رغبة في الاستمرار فمع السلامة وأعتقد أنه أي نادي في الدنيا قادر على تعويض أي غياب أي لعب في الدنيا حتى إذا كنا بنتكلم على ميسي وعلى رونالدو فأعتقد أنه كل أندية العالم عندها القدرة على تعويض السناء على أي حال فعلا يمكن صلاح أدى وعمل إنجازات كثير مع ليفر بول ودلوقتي يمكن يكون تغيير الأجواء تغيير الدوري نفسه يعني من الدوري الإنجليزي للدوري الإسباني وتغيير الفريق يكون في صلاح اللعب المصري أنه يتقلق أكثر وأنه يعمل أرقام قياسية تانية أنا كان نفسي أستمر بصراحة لأنه عمل قصة نجاح صعب جدا تتكرر مرة تانية ووصل لمكانه في فريق ليفر بول لدرجة أنه بقى واحد من النجوم التاريخيين وأعتقد أنه كمان كان عنده فرصة لزيادة رصيده سواء في البطولات أو في العرقام القياسية أهداف مشاركة في البطولات لكن من الواضح جدا أنه يعني رأيتي أنه العلاقة بين صلاح وليفر بول تكاد أنها تصل طريق مشهور أعتقد أنه عنده من المنتاليتي والعقلية والناس اللي وراء صلاح سواء وكيل أعماله أو أين كان صنع القرار في حياته عندهم من الزكاء الكافي أنهم يخلوه زي ما تقلق مع ليفر بول وعمل الأرقام دي أنه يقدر في أي نادي تاني يكتب قصة نجاح جديدة من أول وجديد أو على الأقل هيبني على اللي عمله مع ليفر بول وعلى أي حال طبعا إحنا دايما كمصرين بنتمنى له توفيق في أي نادي يلعب فيه وهنشجع أي نادي يلعب فيه لكنها برضو تبقى في النهاية مغمرة دايما مش كل النجوم اللامعوا وتقلقوا في أندية معينة وتنقلوا بعد التقلق ده حتى ببالغ خيالية قدروا يكرروا نفس قصص النجاح يعني أنا أقول لك مثلا مش هروح بعيد أقول لك مثلا على نمار نمار مازال بيبحث عن نفسه كان عنده رغبة جديدة جدا في أنه يطلع من تحت ضل ميسي في البارسة ويثبت أنه نجم كبير وعنده القدرة على تحقيق بطولات ورغم كده مقدرش يحقق نفسه في كوتينيو في ليفر بول كان موجود وكان نجم مكسرة الدنيا في ليفر بول تاه في البارسة وتاه في البايرن وما زال تاه لغاية اللحظة بعد رجوعه للبارسة مرة تانية دايما النقلة دي بتبقى فيها مخاطرة لابد أنها تكون محسوبة بشكل كبير هي الحياة اللي لها مخاطرات ومغامرات وكل قراراتنا في الحياة كده ولكن صلاح في كل مرحلة كان بيثبت نفسه وكان قادر أنه يعلي على المرحلة اللي قبلها هنشوف بالنسبة لنا وجود لعب مصري في نادي كبير زي برشلونة أو ريال مدريد حلم وأتمنى بقى نشوف يعني مش هرفنا تكلم عن صلاح لوحد وعايزين 10-15-20 لعيب يكسروا الدنيا عندنا مواهب كتيرة جدا تنقصنا حسة حتة الثقافة حتة العقلية اللي تقدر تتعامل بلغة احترافية تتأقلم مع الجو الاحترافي الموجود في أوروبا لكن من ناحية الماتيريال لا عندنا لعبية محترمة جدا 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 وأنا مش عايز أقول يعني على مدار تاريخ طويل أنا بشوف كتير من لعبت الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغيرهم من الأندية المصرية الحقيقة جواهر كانت تستحق أنها تلعب في أحسن وأفضل الأندية الأوروبية لأسف شديد جدا منهم اللي خادت تجربة ومحقاش النجاح اللي يتناسب مع حجم موهبته ومنهم اللي ما وصلش أو ما قدرش يتعامل ويتأقلم مع تجربة الاحتراف نروح لإتحاد الأفريقي الحقيقة محكمة التحكيم الرياضي الكاس خفضت عقوبة الإيقاف اللي كانت مفروضة على أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي السابق لسنتين بدل من خمس سنوات بعد ما استأنف على الحكم اللي صدر ضده كذلك أيضا قررت تغريمه أحمد أحمد طبعا خمسين ألف فرانك سويسلي وده صورة طبعا من نص قرار المحكمة طيب عندنا خبر في التانس بيتكلم على الصربي نوفاك جوكوفيتش الحقيقة بعد صدور التصنيف العالمي للتانس يوم لاثنين النهار ده دلوقتي بقى هو المصنف الأول التاريخي يقدر أنه يفضل في التصنيف الأول عالميا 311 أسبوع جوكوفيتش اللي عنده 33 سنة واللي دلوقتي معه 12 ألف و30 نقطة قدر أنه يحطم الرقم القياسي اللي كان بيملكه سويسري طبعا أفضل لعب في تاريخ التانس الحقيقة روجر فدر وهو 310 أسبوع فدر اللي عنده 39 سنة والعائد للملاعب طبعا بعد غياب كبير جدا عشان خلاص بيشارك في دورة الدوحة بعد غياب 13 شهر بسبب الإصابة في المركز السادس برصيد 6630 نقطة اللي تخطى دلوقتي هو اليوناني ستيفانوس ساتفاس البلغ دور الأربعة لدورة روتردام الهولندية يوم السبت قبل ما يخسر قدام الروسي أندري روبليف المتوج باللقب وبيتفوق جوكوفيتش على كمان الإسباني طبعا ملك الأراضي الترابية رفايل نادال اللي بيتراجع للمركز الثالث الأسبوع اللي فات لصالح الروسي الآخر دانيل مادفديف ونادال هيغيب عن أو كان بيغيب عن الملاعب من ساعة خروجه من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على إيد ساتفاس طبعا وده بسبب مشكلة عنده في الكتف خلته أنه ينسحب من بطولة روتردام الأسبوع الماضي وكمان أكابالكو المكسيكية المقررة الأسبوع دا بابا ما بسوطة قوي يا ربكة لبقى التنس حاسك عايز تقولي كذلك ووصل لي الإحساس طبعا ساعدة ما فيش لعب من دول ما عملتش مقابة تربيو غير نادال عمري ما سألتك مين أفضل لعب أو اللعب المفضل بالنسبة لك في التنس ومين أفضل لعابة مفضلة بالنسبة لك في التنس روجر فادرر طبعا لا يوجد أحد يلعب تنس غير فادرر وندل وندل ونت بدأت من جيل مين؟ فادرر وندل أنا عرفت التنس فادرر وندل وإيفانوفيتش وشاركوفا لم ترى بوم بوم شاركوفا شفتهم قبل كده يعني حياتي شفت ماتشز اليوم قبل كده لكن لايف فادرر وندل وخدمني كثير رونالدو وميسي بتوعيك بتوعي الجيل الحالي بس هو فادرر هم فعلا رونالدو وميسي يعني مش بتوعي هم بتوعي العالم واللعابة أفضل لعابة مفضلة بالنسبة لك أنا إيفانوفيتش بس تزلت بسرينة ويليامس طبعا لعابة كبيرة اشتافي جراف ما شفتهاش نفرتي لوفة طبعا دي مش ممكن تكون يشوفتها خلاص بقى يعني العمر بقى على كل أحوال في السادسة مستمرين مع حضراتكم خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية موسيقى 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 اهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا يمكن عشاء البرسة ارتاحوا كده اخدوا نفس كبير جدا وتفقلوا بشكل كبير بمستقبل برسة في الفترة اللي جاية بعد فوز خوان لابورتا بمنصب رئيس باشلونة في الفترة اللي جاية طبعا تبعنا فترة توتر كبيرة جدا مع رئاسة بارتوميو للبرسة وكان ابرز ملامح التوتر ده هو مستقبل لاينل ميسي مع البرسة هيكون معانا فريدريكو كونسكر صحفي الارجنتيني بشبكة ESPN هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس برحب بك طبعا بداية على شاشة النادي الاهلي وهنتكلم طبعا عن مستقبل ميسي مع البرسة وعلى كتير من النجوم الارجنتين منهم طبعا الروح المبدأ دياغو أرماندو مارادونا مساء الخير انه من دواعي سروري ان اكون معكم في البرنامج طب بداية ابدأ مع خبر فوز خوان لابورتا برئاسة البرسة ومن وجهة نظرك ازاي ده ممكن يكون لي تأثير على مستقبل ليو ميسي مع البرسة بعد فترة كتير من محبي البرسة شاهدوا توتر لأول مرة في تاريخ العلاقة ما بين ليونال ميسي وبرشلونة اعتقد ان ليونال ميسي هو اللاعب رقم واحد هو النجم الاكبر النجم الاوحد واعتقد ان دخل نادي برشلونة في اخر 15 عام كان يتأثر كثيرا بوجود ميسي او بغيابه نحن نعرف ان هذا اللاعب غادر الارجنتين منذ سنين طويلة منذ كان عنده سبع سنوات عندما ذهب ابوه الى برشلونة بهذا الطفل الصغير ثم انتسب الى نادي برشلونة اصبحت اعضاعضاهي ثم قدم ولده الى نادي لذلك فان النجم الارجنتيني يعتبر احد اهم الشخصيات الموجودة لذلك فان فاوز جوان لابورتا يعتبر النجاح بالنسبة لميسي وبالنسبة لاصلة ميسي انا ما فهمته من بعض افراد عائلة ميسي من قراءتي انه لا يريد ان يغادر برشلونة التي تربى فيها شاهدنا ميسي هو بيجري عملية التصويت هل عندك معلومة يعني صوت ميسي ذهب لأي من المرشحين هل كان من المعايدين لرئيس البرسل الجديد اولا كان ليه رغبة في مرشحين اخرين جوان لابورتا كلنا نعرف ان ميسي كان يريد ان يصوت لجوان لابورتا هناك كثير من الاسباب يمكن ان استعرضها معكم اولها ان اول تجديد لعقد ميسي كان على يد جوان لابورتا عندما كان رئيسا لبرشلونة في عام 2004 وفي عام 2004 كان هناك مباراة ودية ضد بورتو الفريق البرتغالي وكان في ذلك الوقت بيبوة كان هناك من الوقت هؤلاء المدرمين الذين كانت تفاهمهم كثيرا لذلك جوان لابورتا له فضل كبير على ميسي بصورة ان اوبوغة فريدريكو خليني اسألك بمنتغ صراحة في بعض التقارير حتى ما قبل اجراء عملية الانتخابات اتكلمت عن موجود بعض الاتفاقات او بعض الترتيبات بين لابورتا وما بين ميسي كان في وعد من لابورتا بتلبية مطالب ميسي سواء فيما يتعلق بمستقبله مع البرسة سواء فيما يتعلق ببعض الانتدابات او فيما يتعلق بالجهاز الفني ايه حقيقة هذه الاخبار وايه معلوماتك عن هذه الاتفاقات اعتقد ان ميسي يحتاج ان يكون محاطن بلاعبين على مستوى عالي انيستا شاب ارناندس الاخرى ميسي نجم كبير ونجم اوحد بالفعل لكن عندما يكون محاطن بالنجوم هذا يعني ان برشلونا يتربى على عرش الكرة ويقوم ويذهب دائما الى اي مباراة ويفوز بها سواء كانت على مستوى الدورة الاسبانية او حتى على مستوى اوروبا من اخر مرة رافع فيها رافع فيها كأس بطولة ابطال دورة شامبينز ليغ كان من عام 2015 فميسي مزوق طويل بعد ان انفرط عقد الفريق واذهب بعض النجوم كلهم في طريقه واعتزل اخرون فمنذ ذلك الوقت ميسي اعتقد يعاني من انواع الجفاف لذلك مسألة جفاف المكاسب لذلك الادارة الفنية يجب ان تحرص على ان يكون ميسي راضيا تماما وان يكون هناك كتيبة من النجوم حول ميسي لكن اعتقد مسألة وصول جوان لابورتا الى ميسي سيعطي ميسي املا يجعله يصرف النظر عن الخروج من برشلونة بالرغم ان عقد ميسي ينتهي في يونيو من هذا العام من شهور بسيطة جدا كان خبر رحيل ديجو ارماندو مارادونا هو الخبر الاكثر الاما يمكن على سكان الكرة الارضية وعلى اقل تأدير على كل محبي كرة القدم اين كانت انتمائتهم لكن ما هو اكثر الاما كان فكرة وجود مؤامرة او وجود شبهة قتل في وفاة مارادونا واسمعنا عن اتهامات لبعض الاطباء بعض الاطقم التمريض بعض المحامين اللي كانوا مرتبطين بشركات تأمين يهمنا نعرف اخر المستجدات او اخر التطورات في ما يتعلق بقضية رحيل مارادونا ما يمكن ان اعلق عليه من هذه التساؤلات ان بعد غدا يوم الاربعاء سيكون هناك مسيرة في وسط العاصمة لطلب العدالة الخاصة بموت مارادونا مارادونا لانا الكثيرين يعتقدون ان مارادونا بالفعل قد قتل لانهم تركوه في الايام الاخيرة واهملوه كان هناك نوع من انواع القتل بالاهمال الطبي سواء من جانب الاطباء او الممرضة التي كانت مسؤولة عنهم لذلك ودالما وجانينا بناته وزوجاته كلاوديو واخوه دييغو فرناندو جونيور وبنجميل حفيدو كلهم سيخرجون في مظاهرة حافلة يوم الاربعاء القادم في بوينوس ايرس قد دعوا اليها عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي سيكون هذا في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة في اشهر ميادين الارجنتين هذا المدين الذي كان دائما نادي بوكا جونيور يحتفل فيه بانتصاره او بانتزاعه اي بطولة بطولات الارجنتين او امريكا الجنوبية اذا ما زالت المسألة ساخنة فردريكو خليني اختم لقائي معاك بسؤال عن الصاعد الواعد المبدع لوتارو مارتينيز نجم الارجنتيني او الساحل الارجنتيني الجديد اللي كتير من التقارير رصدت وجود مفاوضات معاها من اجل الانتقال لباشلونة ولكن الحقيقة في تصريح اخير افل الباب ونفى فكرة الانتقال لباشلونة هل تتوقع انه يستمر مع الانتر ميلا ام انه ممكن يكون لي وجهة اخرى ما استطاعت ان اسمعه وان اتبينه في الايام الاخيرة انه في فبراير الماضي اكد كونتي اخبار انه سيبقى في ايطاليا سيبقى في الانتر بالرغم ان عقده سينتهي في شهر يونيو لان رأسه مازالت في ايطاليا هو يريد ان ينتزع الدور الايطالي بينه وبين الميلا سلاس نقاط يلعبون اليوم هذه الليلة وهناك الكلاسيكو او الدربي مدينة ميلا اعتقد ان برشلونة قد اغلق هذه الصفحة وهو الان في طريق البحث عن مهاجم او رأس حرب صريح مختلف لان اعتقد ان مارتينيز سوف يبقى في ايطاليا ولوقت طويل فريدريكو كونيكسر بشكرك شكرا جزيلا طبعا الصحفي الارجنتيني ب ESPN بشكرك على التواصل معنا دي كانت اخر اخبار تطورات فيما تعلق بالبرسا رحيل ماردونا وطبعا نجم الارجنتيني لوطر ومارتينيز اللي انا كنت بتمنى على المستوى الشخصي هو جيدن سانشو ينضموا للبرسا كنت شايف ان هم يقدروا ينتشلوا البرسا من حالة السبات العميق اللي هم عايشين فيها بقى لهم فترة على كل احوال وعدنا حضراتكم بفتح ملف التحكيم الافريقي وانبارح انا في السادسة كنت بتكلم على فكرة انه في كتير من الاوقات بتحس انه الاهلي بشكل خاص ومعظم الفرق المصرية بما فيها المنتخب المصري لما بيطلعوا يلعبوا في افريقيا شوية الى حد ما برى ارضهم بيبقى فيه نسبة او شوية تحامل خصوصا في التوقيت اللي كان بيبقى فيه حضور جماهيري في المدرجات من الحكام لصالح اصحاب الارض وده كان يمكن يكون مفهوم مستوعب محتمل سميها زي ما تسميها لكن اللي ما كانش مفهوم بالنسبة لنا هو ان يبقى التحامل على صاحب الارض على ارضه وفي ملعبه وفي وسط جماهيره وتاريخ طويل جدا الحقيقة اتكلمنا فيه مبارح نرصده مع حضراتكم مش هنقدر طبعا نرصده كله لانه ده يحتاج لحلقات وحلقات لكن رصدنا لحضراتكم بعض من ابرز الحالات اللي كان فيها ظلم تحكيمي بين وواضح وضوح الشمس ضد النادي الاهلي زي ركلة الجزاء كده اللي اتحسبت على السلايا في ماتش بيتا كلاب الاخراني واللأسف شديد جدا انه بعض هذه الاخطاء كانت مؤسرة جدا ومنعت الاهلي من الحصول على نجمة او نجمتين كان من الممكن انه عدد نجوم على تيشرت نادي الاهلي النهاردة يوصل عشرة او حداشر خلينا افتكر مع حضراتكم مجموعة من ابرز اللقطات حصلت معه طبعا ده مطش الصفاقسي ده 2006 الاهلي الصفاقسي نهاية افريقيا هنا في القاهرة هدف كواسي بلاسا الوف سايد صريح كان حسم البطولة من القاهرة وما كناش نستنى مباراة العودة في رادس معنا صورة من زاوية تانية للجول ده لو نجيبها يمكن توضح اللقطة دي من الزاوية المعاكسة هدف اوف سايد بفارق شاسع وطبعا في الوقت ده ما كانش فيه تقنية فار واتحسب الهدف وتعادل ايجابي لصفاقسي على ارضينا هنا وسط جمهورنا طبعا ادي الكورة اوف سايد بحوالي يعني ياردتين تقريبا دي لحظة لعب الكورة الصورة يمكن من الزاوية المعاكسة توضح اللعبة اكتر من كده نروح لللقطة اللي بعدها والسنة اللي بعدها على طول الحقيقة دي نفس اللقطة تاني يمكن احنا اكتر مطشطنا مع فرق شمال افريقيا الحقيقة دي كورة تريكا في النجم السحالي ودي محتاج الصورة السابتة بتاعتها دي اللقطة يمكن هنا من ظهر ابو تريكا وهو جوه السندوق والحكم في المباراة دي طبعا حكم الشهير العرجون حكم المغربي العرجون اللقطة دي اتحسبت كورنر للنادي الاهلي دي اللقطة دي اعقق واضحة لعب النجم السحالي ما لمس الكورة اساسا ابو تريكا زق الكورة وفي طريقه انه هو يتباح كان فيه عرقلة واضحة صريحة من الرجل اليوم للعب النجم السحالي لرجلين بطريكا الاتنين اليمين والشمال واللقطة دي ما تحسبتش طبعا دي يمكن في نفس المباراة انا فاكر بتهيالي ده كان احمد شديد اداوي راكل الجزاء فيه نفس المباراة برضو وبردو الحكم ماشى اللعب عادي جدا مفيش اي حاجة نروح للقطة اللي بعدها ده هدف الترجي ده هدف بانانا ده هدف اوف سايد برضو واحد من الاهداف الاوف سايد ياريت لو جبنا بقى صورة من الجنب يعني يمكن هنا الكورة مش واضحة قوي لكن الصورة من الجنب بتوضح لحضراتكم انه بانانا كان متسلل برضو وهو بيحرز لحظة كورة ما تلعبت كان تقريبا فارق عن مدافع لنادي الاهلي في حوالي ياردتين ورغم كده طبعا الكورة تحسبت وكل المطشط اللي بوريها لحضراتكم دي على مال عب الساد القاهرة النادي الاهلي اهي اللقطة دي كورة بصوا حضراتكم نسبة هنا ده اللاعب ده مهاجمة التراجي التونسي لحظة لعب الكورة ما خرجت وفي صايد واضح وصريح جدا وتم احتساب الهدف على انه هدف سليم نروح لحالة تانية عشان وقتنا طبعا دي ضربة جزاء بتاعت ازارو اعتقد مباراة الوداد المغربي مظبوط كده في بعض اللقطات مش هنقدم نعرض لحضراتكم طبعا اللقطات حقيقة ولقطات يعني فيديو عشان الحقوق ده 2017 الهدف بتاع جونيور اجاية في سانداونز واحد من الاهداف اللي اتحسبت على النادي الاهلي اوف سايد على الرغم انه لحظة خروج الكورة اجاية مع مدافع سانداونز على خط واحد استفاد اجاية من الكورة دي وقدر يحطها في مرمى سانداونز ولكن الحكم حسب اللقطة دي لحظة خروج الكورة من قدم تريكا لجونيور اجاية على انها اوف سايد وتم الغاء الهدف دي لحظة احراز جونيور لنفس الكورة متابعية وليا واحرازه لهدف مرمى سانداونز والهدف ده تم الغاءه ده هدف مؤمن ده هدف مؤمن اعتقد هدف مؤمن زكريا في ده مروان طيب ده هدف مروان في الترجي اللعبة دي لتحسبت اوف سايد على النادي الاهلي لعرغم من حضراتكم زي محضراتكم واضح قدامكم كده الشادو مبين انه مروان مكانش في موقف تسلل وقت الخروج الكورة من من قدم لعاب النادي الاهلي دي طبعا اللقطة الاشهر طبعا ما ننسهاش هدف هدف انرامه في بزال اللقطة دي ممكن تكون اللقطة واحدة لكاد في تونس مواجهة الاهلي والترجي التونسي هدف انرامه لبلياد لكل افريقيا شافته معادة حكم المباراة عشان كده بس حبينا نفكر حضراتكم ونقول انه ملف ونتمنى الحقيقة احنا تمنى ان احنا نتفادة ونشوف على الاقل في دوري المجموعات في نسخة اللي جاية من دوري ابطال افريقيا تطبيق تقنية الفارع اعتقد انها تاخد بايد حكام افريقيا بشكل كبير جدا وترفع من مستوى التحكيم وتحد من حالات الظلم التحكيمة اللي بيتعرض ديها كل الاندية المصرية وخصوصا طبعا النادي الاهلي فاصل ونتواصل مع حضراتكم مرة تانية برحبا حضراتكم مرة تانية والحقيقة يعني نوارني النجم الاهلي السابق كابتن اشرف ممضوح نتكلم معان حاجات كتير قوي في الفترة اللي جاية وخصوصا الفترة الحاسمة لنادي الاهلي فيها سواء مباراة الاسماعيل جاية او مباراة فيتا كلب نوارني يا كابتن سارة اهلا بيجي واهلا بكل جماهير النادي الاهلي في كل الوطن العربي نوارنا دايما وخليني يبدأ معاك من مباراة الاسماعيلي يوم الاربع ان شاء الله ودايما بنقول يا كابتن انه بالرغم من ان الاسماعيلي في مركز متأخر وطبعا هو عايز يضمن بقاءه في الدوري وعايز يحسن من وضعه في الدوري المصري ولكن تبقى مباراة الاهلي والاسماعيلي هي مباراة كلاسيكية مباراة لها اهميتها وكل تلات نقط جاية في الدوري مهمة جدا صحيح باتفق معك طبعا المباراة الاهلي والاسماعيلي دايما مباراة ممتعة يعني على المستوى الفني دايما بتكون مباراة ممتعة رغم بتعاد الاسماعيلي عن المنافسة وبتعاده عن مستوى أو لعيبته عن مستوىهم الطبيعي ولكن لعيب الاسماعيلي أو مباراة الاسماعيلي دايما معنات الاهلي بتكون مباراة ممتعة بالفعل يعني بيمتلك مجموعة مميزة جدا من اللعبين النادي الاسماعيلي ولكن عدم تنظيم سوق توفيق الحقيقة شايف إن إسماعيلي بعيد جدا جدا من فترات طويلة بيحاول مجلس إدارات نادي إسماعيلي أو مجال إسماعيلي على مدار السنوات اللي فاتت إنهما يعودوا بالإسماعيلي مرة تانية للمنافسة ولكن الحقيقة الإسماعيلي ما زال بعيد جدا جدا عن المنافسة رغم إنه يعني كرة الدرويش دايما كرة ممتعة النادي الأهلي يعني أعتقد إنه في نسبة مبارات كتيرة جدا جدا أمام نادي إسماعيلي يتفوق فيها على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء ولكن الظروف الحالية بتصعب طبعا بالتأكيد المباراة لأنه النادل إسماعيلي بعيد عن المنافسة يعني كمان متأخر جدا في ترتيب الستاشر يعني أعتقد عشر نقاط بعيد جدا الحقيقة النادل إسماعيلي وبالتالي كل مباراة بالنسبة له ومش مباراة النادل إهلي فقط هتكون مباراة كؤوس محتاجة للمكسب فيها علشان يعني خلاص يدخل في مرحلة مظلمة شوية يدخل في مرحلة صعبة جدا إن لو ملحقش نادي إسماعيلي يعوض أو إنه كل مباراة بالنسبة له تكون مباراة كؤوس حيكون الأمور صعبة جدا لنادل إسماعيلي وبالتالي متصعب الأمور شوية على النادل إهلي محتاجين كل النقاط اللي نقدر نخودها للمباراة اللي جاي في الدوري يا كابتن بس قبل ما نكمل كلامنا في الدوري خليني برضو عايز أقف معك عن مباراة مهمة جدا ومباراة يعني إحنا بنعتبرها حاسمة وإن لم تكن حاسمة 100% هي مباراة طبعا العودة فيتا كلاب نتكلم على الظروف مختلفة على طبعا أنت على أرضهم ومتعدل هنا اتنين اتنين وعندك بتلعب العصر في جو شديد الحرارة نجيل صناعي و3,000 مشجع من فيتا كلاب شايف المباراة دي إزاي وأهميتها بالنسبة لنادي الأهلي في المرحلة دي نتكلم بصراحة شديدة جدا يعني الناس اتكلمت عن مباراة الأهلي أمام فيتا كلاب اللي فاتت إنه النادي الأهلي مقداش بشكل جيد لا الحياة من أفضل مباراة نادي الأهلي على المستوى الفني والتيكتيكي والخططي الوصول للمرمى أكتر من 18-20 مرة لمرمى المنافس بالتأكيد ده بيدينا انطباع أن النادي الأهلي أدى بشكل رائع جدا اختراقات من كل الأماكن من الأطراف ومن العمق كان فيه نواحي خططية وتكتيكية كان فيه إسرار من اللعبين على التفوق والسيطرة والاستحواز وبالتالي ده بالفعل حصل في هذه المباراة ولكن عدم توفيق شديد جدا لكل اللعبين يعني خيالي من بدر بنون لغاية مروان محسن وولتر بواليا وأفشا وسولية ديانج كل هؤلاء اللعبين أضعوا فرص كتيرة جدا 18-20 فرصة محققين للنادي الأهلي بيدعوا في هذه المباراة بالتأكيد عدم توفيق غير طبيعي ولكن النادي الأهلي أدى بشكل مماس جدا كان استحواز بنسبة 70-80% في المباراة مستوى رائع جدا جدا ولكن التوفيق غاب بالفعل عن النادي الأهلي في هذه المباراة ودي حتى كانت تصريحات المدير الفني لفيتا كلاب وكل اللعبين النادي الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا جدا ولكن حلفوا سوء توفيق أو عدم توفيق المباراة هناك اللي حيصعبها أكتر سارة أنه من شوية أو من عدد ساعات قليلة سيمبا كان اشتكى كمان نادي المريخ السوداني وللكاف لأنه فيه أشرك ثلاث لعبين أعتقد أنه رمضان عجب وخميس يعني ثلاث لعبين أشركهم النادي المريخ السوداني في مباراة سيمبا اللي فاتت وبالتالي سيمبا اشتكى نادي المريخ السوداني للكاف وأعتقد أنه بعد صدور كمان أو تسريب خطاب من رئيس نادي المريخ لمشاركة أولئي اللعبين في مباراة سيمبا أعتقد أن الكاف ممكن بشكل كبير جدا يلغي مباراة نادي المريخ السوداني أمام سيمبا ويحتسب الثلاث نقاط لسيمبا وبالتالي سيمبا يصل لي عشر نقاط وحيتم كمان مش إلغاء نتائج المريخ السوداني اللي فاتت أمام النادي الأهلي وفيتا كلاب ولكن حيتم إلغاء هذه المباراة فقط أو احتساب الثلاث نقاط لسيمبا أمام نادي المريخ وحيستبعد من البطول وبالتالي الأمور تصعبت جدا أصبح سيمبا عشر نقاط أو تسع نقاط نادي الأهلي وفيتا أربع نقاط فقط وكمان المباراة القادمة أمام فيتا كلاب النادي الأهلي مش هيشارك خلاص أمام المريخ خلاص هيستبعد من البطولة حيكون أمامنا مباراتين فقط أمام فيتا كلاب وأمام سيمبا التنزيني وبالتالي أصبح الأمور أو أصبحت الأمور صعبة جدا ده في حال أن الكاف أصدر القرار ده؟ أعتقد أنه هيصدر القرار ده لأنه بعد تسريب خطاب كمان رئيس نادي المريخ ستكون الأمور أعتقد أنه ممكن يتخذ هذا القرار الكاف أو الاتحاد الإفريقي باستبعاد نادي المريخ السوداني من البطولة الأمور صعبة حقيقة هي تصعبت علينا ولكن النادي الأهلي قادر لسه في إيدينا الفوز على فيتا هناك إن شاء الله وإن شاء الله مباراة العودة هنا أمام سيمبا إن شاء الله نحسن فيها الصعود حتى على المستوى أو في المستوى التاني وبالتالي لابد من الفوز أمام فيتا كلاب في المباراة القادمة إن شاء الله هل الفوز في المباراة دي على أرض فيتا كلاب يعتبر صعب؟ شوفي النادي الأهلي طول عمره أو طول عمرنا تعودنا على النادي الأهلي في الظروف الصعبة دي بنمر بظروف صعبة جدا المباراة هناك زي ما تفضلتي قلتي في توقيت صعبة جدا الساعة ثلاثة في نجيل صناعي وبالتالي المجهود بيبقى اللعيبة بتحتاج تبزي المجهود أكبر بكتير من المجهود الطبيعي ولكن إسرار النادي الأهلي وإسرار لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن شاء الله لاستكمال هذه البطولة إن شاء الله والحصول عليها أعتقد هيكون فيه دفع كبير جدا جدا إن شاء الله النادي الأهلي البلفوز إن شاء الله في هذه المباراة خاصة إنه زي ما قلت من شوية إنه فيتا كلاب يعني مستوى الفني والخططي والتيكتيكي حتى على المستوى البدني بعيد جدا عن نادي الأهلي استحواز بشكل كبير جدا النادي الأهلي في المباراة اللي فاتت صحيح بعض الظروف هناك هتعرق النادي الأهلي ولكن أعتقد المباراة إن شاء الله إن شاء الله حتكون لصالحنا في النعيم إزاي قيمت أداء وولتر بولي الفني مع النادي الأهلي مش بس مباراة فيتا كلاب الفترة اللي فاتت ولكن بالتحديد فعلا المباراة اللي فاتت وولتر بولي من اللعابين المميزين جدا وكلنا كنا بنطالب من فترة وكنت معاكي هنا صورة من فترة وقلنا أنه النادي الأهلي محتاج بالفعل مهاجم قوي مهاجم سوبر والتر بواليا عنده أو بينتلك كل هذه الإمكانيات جثمان قوي سرعات كبيرة جدا في الجونة أحرص 16 هدف قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي سواء في الموسم اللي فات 13 و 3 أهداف قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي مباشرة وبالتالي هو لعب هدف ولكن شوفي بيحصل أحيانا عدم توفيق محتاج صبر شوية محتاج دعم كبير جدا من الجهاز الفني الحام بستنكر شوية هجوم البعض عليه في أنه محتاج أنه يتمرن شوية أو ياخد جرعات تدريبية كبيرة جدا على المرمى لا والتر بواليا عنده بالفعل هو هدف من الدرجة الأولى هدف كبير جدا كمان حتى على مستوى قبل الجونة ما يصل الجونة كمان هدف بشكل كبير جدا مميز جدا في اختراقاته وسرعاته محتاج صبر شوية علشان نصل لو فاكرين كلنا معظم اللاعبين بيكون عندهم عدم توفيق فاكرين فلافيو بالتأكيد نجم النادي الأهلي السابق عاد فترة طبيرة جدا سنة كاملة تقريبا محرص غير هدف وحتى الناس بتكلم انه خبط في رأسه من وراء بالتالي ممكن ده يحصل وارد جدا انه يكون فيه فترة من عدم التوفيق ولكن اتمنى انه يتم معالجاتها نفسيا شوية واعتقد ان المسلمان يبتدى يشتغل على ده مع ابوالي الفترة اللي جاي واحنا بنتكلم على مهاجمين النادي الأهلي او مهاجمي النادي الأهلي بتشوف محمد شريف ازاي ولما بينزل اي مباراة احتياطي او البدء بيكون افضل شايفها من وجهة نظر حضرتك ازاي مش من وجهة نظر مستر مسيماني اكيد هو الاقدر بمعرفة الفريق والمستوى الفني لكل بتأكيد بتأكيد مستر مسيماني هو افضل من يتخذ القرار في النهاية ولكن احنا بنحلل نوجهة نظره محمد شريف بيعجبني فيه بشكل كبير جدا انه عنده الاسترار الكبير جدا حتى لو نزل لو قاعد احتياطي بينزل مركز بشكل كبير جدا عارف قدراته وعارف امكانياته ما بينزلش زعلان زي البعض بيحاول انه يفكر انه قاعد احتياطي وانه ملعبتش او لا الحقيقة محمد شريف عنده عقلية احترافية مميزة جدا وبنشوف في معظم الوقات لما بينزل كبديل بيكون مميز جدا جدا مع النادي الآلي كان في البداية حتى يعني بعد ما وصل والتر بواليا وبعد ما تعقد مع النادي الآلي محمد شريف كان متقلق مع النادي الآلي واحرز اعتقد هدفين وقتها واقعد احتياطي دكة البودلاء ولكن قدر انه يسترجع مرة تانية قوة وكل ما بينزل بيحاول انه يحرز هدف او انه يساعد النادي الآلي على الفوز وبالتالي اعتقد ان محمد شريف محتاج الفترة اللي جاء انه ياخد كمان مع بواليا ممكن في بعض المباراة نلعب الاثنين ممكن في بعض المباراة او العملية الروتيشن اللي بتحصل لانه الحياة الاثنين عندهم قدرات كبيرة جدا مع مروان اللي ابتدى ان شاء الله يعني الهدف اللي فات ان شاء الله في المباراة اللي فاتت ممكن ان شاء الله يعيد مروان مرة تانية وبالتالي احنا نمتلك مهاجمين مميزين بواليا محمد شريف كم ارتبهم لي من وجهة نظرك يا تابتا انا شايف ان بواليا هو في الترتيب الاول محمد شريف في الترتيب الثاني ومروان في الترتيب الثالث وأعتقد أنه لما نمتلك ثلاث مهاجمين بهذه القدرات رغم ابتعدهم يمكن محمد شريف شوية الحمد لله يعني لسه في توفيق الحمد لله وأنا تمنى أنه بواليا ومروان يعودوا مرة تانية أو يعود ليهم التوفيق مرة تانية في إحراز الأهداف أعتقد أن هذا ترتيبهم وأعتقد إن شاء الله أنه مع الوقت ووصول النادي الأهل يسارة في بهذا الكم من الهجمات في معظم المباريات وهذا الضغط الهجوم الكبير جدا على الفرق أعتقد إن شاء الله أنهم هيعودوا مرة تانية مجرد الموضوع العواليات تفتح شوية بس معهم أو التوفيق يعود ليهم مرة تانية إن شاء الله هنشوف بواليا بشكل مختلف جدا محتاجين إيه أكتر يا كابتن؟ أكتر حاجة محتاجينها أو نشتغل عليها أنا فعلا مش عارف أقول نشتغل عليها لأنه زي ما حضرتك قلت هو الأداء في المباراة اللي فاتت والوصول للمرمى يعني من أفضل من أفضل الأداء يعني الشوط الأول خصوصا من أفضل الأشواط للنادي الأهلي مع مسيماني ولكن زي ما بنقول المباراة اللي جاية مهمة جدا وحاسمة وخصوصا إنه زي ما حضرتك قلت كده إنه سيمبة اشتكى المريخ بعد ما قدر إنه هو يشرك لعبين أتنين في المباراة وهم غير قانونيين أو مشاركتهم في المباراة غير قانونية لأنه مفروض إنه هم موقفين محليا ست شهور فمشوا مفروض طبعا إنه هم يشاركوا مع نادي المريخ في حال إنه الكاف يصدر قرار في الموضوع ده بإنه سيمبة ياخد الثلاث نقاط موضوع ممكن يبقى صعب ولكن يعني لسه لسه قدامنا طبعا ولسه يعني بس أعتقد أنها يحسمها بسرعة جدا يعني لأنه المباريات متوالية وفي وقت قريب فأعتقد أنها تحسب بشكل سريع جدا من الكاف بزبط هنا السؤال بقى إيه اللي إحنا محتاجينه عشان نقدر نحسم المباراة دي بكل الظروف دي على أرض فيتا كلاب شوفي المباراة اللي جاية أعتقد أنها فاصلة بشكل كبير جدا يعني بعد الأحداث اللي حصلت في خلال الكام ساعة اللي فاتوا دول أعتقد أنه المباراة حاسمة وفاصلة بشكل كبير جدا إما هنكمل إما لقدر الله لو حصل أي حاجة هتكون خارج البطولة لقدر الله لو حصل أي نتيجة سلبية خسارة أو حاجة حيكون ابتعدنا عن البطولة ولكن أعتقد أنه أو أنا على يقين أن النادي الأهلي دايما في الموقف الصعبة بيتواجد ويتواجد بقوة لعبة النادي الأهلي دايما عندها الروح النادي الأهلي وروح فلانة النادي الأهلي ودي مش شعرات بنقولها لا دايما متواجد محتاجين على المستوى الخطة وتكتيكي أعتقد أننا فقط أننا نؤدي زي المباراة اللي فاتت ولكن إن شاء الله أنا أتمنى التوفيق يعني أنا مش شايف الحياة فيه تقصير يسارة من ناحية الفنية أو من ناحية البدنية محدش أثر بدنيا أو فنيا داخل المباراة أو حتى ذهنيا ولكن كان التركيز شوية بعيد كان فيه عدم توفيق بشكل كبير جدا لكل اللعبين أعيز أقولك أن حتى بدر بنون يعني منكلم من خط الظهر للمهاجمين كلهم وصلوا لخط مرمى فيتا كلاب كلهم أضعوا بشكل سهل جدا أو بشكل غريب جدا جدا طبعا ضربة الجزاء مش هنتكلم عليها لأنها هي يعني ضربة جزاء غريبة جدا جدا مستحيل إنها لو تعادت مليون مرة مستحيل تتحيسل ومن أكبر الأخطاء اللي ممكن تحصل يا كابتن أشرف إنه يكون ما فيه جفار في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا دي كانت ما تكتو وأعتقد هيبقى لسه فيه نتايج تانية بالتأكيد وأتمنى إن شاء الله إنه الفار خلاص يبقى متواجد لأنه بالفعل بيحسم مباريات كثيرة جدا وبيظلم يعني بيتم مع العدل اللي ممكن الحكم يكونش شايفه مش عايزين نظلم الحكم إنه حتسب دربة الجزاء لأنه بالتأكيد شايف إنه ممكن يكون فيه تلامس ولكن بالفعل ظلمت النادي الأهلي ووضعت النادي الأهلي في موقف صعب جدا جدا في هذه البطولة أتمنى إن شاء الله إنه المباراة اللي جاية يكون النادي الأهلي قدر أو على قدر المسئولية زي ما تعودنا وزي ما عودتنا لعبتنا في كل المباراة الحسيمة إن النادي الأهلي بيتواجد بقوة جدا محتاج إصرار كبير جدا محتاج تركيز شديد جدا جدا لأن الفرصة اللي ممكن نروح بيها ممكن ما تتكررش مرة تانية في ظل الأجواء الصعبة اللي اتكلمتي عنها يا صورة الأرضية الملعب التوقيت الصعب جدا الساعة الثالثة هيكون الجو حر جدا جدا وبالتالي النادي الأهلي محتاج تركيز شديد جدا جدا كل فرصة نعتبرها الفرصة الأخيرة تركيز شديد جدا أو تركيز على المستوى الخططي والفني والتيكتيكي اللي حصل في المباراة تكرار هذه المباراة بالتأكيد ولكن في نقطة مهمة جدا يا صورة فيتا كلاب بيمتلك سرعات كبيرة جدا يعني شفنا الهجامات المرتدى للفيتا كلاب سببت مشاكل كثيرة جدا لنادي الأهلي أو سببت على الأقل 3 أو 4 فرص خطيرة جدا عن نادي الأهلي أحرز منهم هدف وكمان أحرز منهم ضرب الجزاء المشكلة بقى في المباراة الحسيمة دي أنه نادي الأهلي محتاج يحسب المباراة دي بفوز أنه ممكن يكون فيه شوية عدم تمركز شوية من الخط الدفاعي أتمنى طبعا بالتأكيد مستر المسلميني حيكون مراعي هذا الأمر أنه يكون فيه تمركز من لعبين على الأقل في الخط الدفاعي لأن السرعات الحقيقة لدى فيتا كلاب أو الخط الوسط والمهاجمين لدى فيتا كلاب عالية جدا جدا وممكن يسببه خطورة كبيرة جدا عن نادي الأهلي أتمنى إن شاء الله المراعات ده ولكن أتمنى إن نادي الأهلي يؤدي بنفس أداء المباراة اللي فاتت الخططي والتيكتيكي والفني أنا شفت اختراقات الحقيقة من نادي الأهلي في كل المساحات في الملعب من العمق ومن الأطراف والتصويبات وحتى الكرات السابتة كنا أحنا الأخطر والأفضل ولكن عدم التوفيق وعدم التركيز بشكل كبير هو اللي أدى لهذه النتيجة مباراة العودة يا كابتن ألعبها إزاي ألعب أن أنا ههجم على أرضهم هلعب بطريقة هجومية ولا لازم يكون فيه تحفظ في المباراة لأن أنت مش على أرضك مش تحفظ ولكن فيه حرص شوية وفيه مخزون شوية بدني لأنه زي ما تكلمنا عن الأجواء هناك إرضية الملعب وكمان الجو الحر الشديد جدا اللي حيواجه فيه نادي الأهلي ويواجهه نادي الأهلي وبالتالي أنت محتاجة شوية التسعين دقيقة يكون عندك مخزون بدني عشان تقدر يتكمل المباراة بنتيجة كبيرة أو بشكل يرضي في النهاية جمهور نادي الأهلي بنتيجة إن شاء الله إجابية والفوس في هذه المباراة وبالتالي أنت محتاجة تعمل التوازن الهجومي والدفاعي في هذه المباراة ولكن الضغط على فيتا كلاب بالتأكيد حيؤتي سموره بشكل كبير جدا جدا من البداية أنا في اعتقادي أنه الضغط على فيتا كلاب من البداية حيرهب شوية فيتا كلاب حيخدعهم بشكل كبير لأنه هم متأكدين بشكل كبير لنادي الأهلي حيكون عامل شوية زون ديفنس أو يعني متأخرين شوية في عاملات المباراة تصريحاتهم كانت يا كبتا أنه إحنا هنلعب بطريقة مختلفة تماما في مباراة العودة لنادي الأهلي أرغمنا أنه نلعب بطريقة دفاعية وإن كنت مش شايفة أنه فيه دفاع قوي من فيتا كلاب في المباراة اللي فاتت ولكن في المباراة دي هيبقى فيه سلوب مختلف تماما للعب وأعتقد يعني الضغط الهجومي الضغط الهجومي من فيتا كلاب وده هيسبب مشاهل كتيرة جدا لفيتا كلاب لأنهما في هذه المباراة أو المباراة اللي فاتت بيدفعوا بـ 8 أو 9 لعبين وشفنا الضغط الهجومي الكبير من النادي الأهلي على فيتا كلاب أثر بهذا الشكل أو وصلنا قد إيه لمرمى فيتا كلاب تخيلي لو هما بيهاجموا كمان ومش عندهم العدد الكافي من المدفعين في الخط الدفاعي بالتأكيد هيسبب لهم مشاكل كبير جدا وإحنا نمتلك السرعات الحمد لله عندنا سرعات كبيرة جدا وعندنا فيه جاهزية بدنية بشكل كبير جدا للنادي الأهلي أعتقد إن شاء الله أنها ستوتي بسمارها إن شاء الله في هذه المباراة إن شاء الله من وجهة نظرك مفروض ماستر موثيماني يلعب المباراة دي بنفس تشكيل مباراة الزهاب اللي كانت هنا في القاهرة أنا شايف إن أيمن أشرف نسأل آينا شوية من ناحية اليسرف للنادي الأهلي طبعا بتعاد معلول بالتأكيد بيأثر بشكل كبير فيه من نسبة 95% ممكن معلول يلحق المباراة يعني أتمنى ده طبعا أتمنى يعني ولكن أيمن أشرف حاب يؤدي بشكل رائع جدا في المنطقة دي المباراة اللي فاتت بشكل هجومي أدى لشكل الهجومي وشكل الدفاع بشكل رائع جدا عمل جبهة يسرى رائع جدا للنادي الأهلي أعتقد أيمن أشرف نسألها قادرة على ده أعتقد التشكيل زي ما هو باستثناء طبعا محمود وحيد يعني مش هيبقى موجود حيلعب أيمن أشرف في الناحية اليسرى وحيكون نفس التشكيل والتر بوليا أعتقد أنه حيشارك من البداية وأتمنى أن يشارك من البداية لأنه عنده القدرة البدنية الكبيرة جدا ومش عايزين نضغط عليه نفسيا شوية أنه ابتعادوا عن المباراة تخيالي أن النادي الأهلي بيصل في آخر 7-8 دقائق صورة أكتر من 7-8 هجمات للنادي الأهلي في كل المباراة على فكرة ما تكلمش عن المباراة اللي فاتت بس الضغط الهجومي للنادي الأهلي دائما وأبدا بيكون في نهاية اللقاءات بيكون بشكل كبير جدا ومكسف جدا وبالتالي أنت بحتاجة مهاجم يكون عنده القدرة دي واحتاجة السرعات اللي بقالي لسه عندنا كلام كتير طبعا كابتن أشرف نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن النادي الأهلي مرحبا بحضرتكم مرة تانية ولسه نعورني كابتن أشرف ممضوح وكنت بتقولي ممكن ندخل طهر محمد طهر أنا بحب طهر على المستوى الفني طهر ما شاء الله متألق ضدا مع النادي الأهلي من أول ما بدأ الحقيقة مستوى عمال يعلى مع النادي الأهلي ما شاء الله ولو خاد بشكل دائم أعتقد مستوى حيزيد وهيتضعف أكتر من كده يعني أعتقد أنه ممكن في التشكيل اللي فات حيكون أيمن أشرف مكان محمود وحيد طبعا للإصابة ونفهمنا إن شاء الله أن نعود سريعا يعني ويكون طهر محمد طهر مكان حسين الشحات طهر عنده سرعات وعنده قوة بدنية في الاتحامات وإحنا محتاجين السرعات في الهجمات اللي حتكون على فيتا كلاب زي ما قلنا صارا أنه حيكون عندهم شوية اندفاع هجومي وبالتالي حيكون شوية في مساحات في ظهر فيتا كلاب وبالتالي محتاجين بواليا محتاجين طهر محمد طهر محتاجين أفشب اللمساته السحرية دي شوية لطهر محمد طهر والبواليا والأجاية كمان أعتقد إن شاء الله ده حيفر كتير جدا معي بالنسبة لك من أكتر الأوراق الرابحة هتكون على الدكة لو يعني استقررين على التشكيل ده يعني شايف إن محمد شريف حيكون لدور إن شاء الله مروان إن شاء الله يعني يكون نستعد بإذن الله نفسيا شوية قوته حيث إن الشحات في بعض الأوقات بمهاراته وسرعاته ممكن يكون ليه دور في بعض الأوقات أو في شوية خلي بالك المباراة حيكون فيها اندفاع بدني كبير جدا جدا ومجموع بدني حيبزل بالشكل كبير جدا جدا من لعبتنا وبالتالي دكة البودلاء حيكون لها دور مهم جدا وق timestابعا يعني شايف إن سؤالك مهم جدا الحياة لأنه بالتأكيد في هذه اللقاءات في الظروف الصعبة دي بيكون دكة البودلاء ليها دور كبير جدا يعني وبالتالي تلاتة دول مهمين إن شاء الله في دكة البودلاء النادي الآهلي بيمتلكوا السرعات وبيمتلكوا المهارة وبيمتلكوا كمان الخبرات الكبيرة جدا سواء حسين أو محمد شريف أو مروان إن شاء الله يعني بالتواجد مع النادي الآهلي في هذه المباراة أعتقد إن شاء الله حيكون لهم دور بإذن الله في هذه المباراة ولكن يبقى سؤال في أذهان كل أهلاوي يا كابتن ليه مبدأش من وجهة نظرك؟ ليه مبدأش بشريف؟ ليه أنت اخترت نبدأ ببواليا؟ أنا مصر الحقيقة أن بواليا ياخد كتير ياخد مباريات كتير لأنه محتاج بالفعل دعم نفسي كبير جدا ومحتاج تواجد بشكل مستمر شوية في تشكيل النادي الأهلي لغاية ما يعود مرة تانية للتهديف مع النادي الأهلي عايزة أقول أن بواليا بيمتلك إمكانات كبيرة جدا ومهاجم سوبر للنادي الأهلي وبالتالي لما يكون عندي حد بهذه الإمكانيات لو صدفوا عدم توفيق أو سوق توفيق احنا محتاجين نديله شوية لغاية يعني ما نديله كل الفرص اللي جاية ولكن طبعا الناس مستعجلة شوية خاصة أنه ظروف المباراة اللي جاية صعبة شوية محتاجين فيها الفوز والفوز فقط وهنا برضو السؤال ممكن يقولك طبعا أنا الدعم النفسي ده أكيد وصح جدا بس أنا محتاج حد يجيب لي أهداف المباراة اللي جاي في هذه المباراة تحديدا محتاجين سرعات بواليا جدا وده اللي خلاني أقول بواليا يبتدي لأنه تحركاته في الملعب ممتازة تحركاته مهمة جدا وبيروح على المرمى زي محمد شريف بالزبط أنه بيروح على المرمى من أقصر طريق بيوصلوا كتير جدا جدا للمرمى لكن عدم توفيق يعني عايزة أقول بس الفرق بين شريف وبين بواليا في هذه المباراة حديدا هي السرعات الكبيرة جدا لبواليا وقوة الاتحامات مع فيتا كلاب محطة مهمة جدا جدا لكل القادمين من خلف زي أجيو زي أفشا اللي بواليا بالتأكيد يعني وبالتالي مهمة جدا أن بواليا يكون موجود في تشكيل نادي الأهلي في المباراة اللي جاي خلينا أسألك على البطولة بشكل عام بطولة أفريقيا بشكل عام شايفها إزاي النسخة دي؟ شكلها كده صعبة من بداية المجموعات مش بس مجموعة النادي الأهلي أنا بتكلم بشكل عام فيه اصطفاقة لبعض الفرق يعني التراجي التونسي سونداونز شايف إزاي النسخة دي؟ وبرضو الفرص الأهلي بالنسبة لك أنت أنه هو يفوز باللقب العاشر أنا عارفة أنه لسه بدري بس بنشوفها كده من أول شوفي فيه فرق؟ يعني أنا شفت مبارات التراجي والزمالك مثلا التراجي كان سيء ما كانش بالمستوى اللي ممكن يتفاق به بتلات أهداف عنات الزمالك شوفنا أول تلت ساعة أو خمسة عشرين ديئة النات الزمالك كان أفضل كتير جدا من التراجي في ملعبه ولكن طرد يعني شوية النات الزمالك بعد حالة الترد اللي حصلت لبو الفتوح شوية حصل لهم شوية تراجع نفسي على الأقل يعني وبالتالي التراجي قدر أنه يحرص تلات أهداف من ثلاث أخطاء لخطة دفاع نت الزمالك شايف أنه مش بالقوة الكبيرة اللي ممكن تخوفنا إن شاء الله لو استمرنا بعد كده سانداونز مش بشكل مميز الودان مش بشكل مميز يعني بصي شايف شايف أنه إن شاء الله نتخطى عقبة بس فيتا كلاب والمطب اللي وقعنا فيه بسبب طبعا يعني السيمبا والمريخ نتخطى هذا الدور وأعتقد إن شاء الله ندي الأهلي قادر إن شاء الله على الحصول على الأزيل بطولة رغم صعوبتها شو في بطولة أفريقيا بالتأكيد بطولة صعبة جدا 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 يعني هي أصعب البطولات على المستوى القري يعني ولكن النادي الأهلي إن شاء الله قادر لأنه نحن نمتلك يعني النهاردة بيغيب عننا أربع أو خمس لعبين مميزين جدا ومن اللاعبين الأساسيين مكلم عن عويد سليمان مكلم عن معلول مكلم عن كهربا مكلم عن أربع أو خمس لعبين مميزين جدا بيغيبوا عن ندي الأهلي ولكن النادي الأهلي قادر إنه يتخطى إن شاء الله المباريات وإنه يفوز في كل المباريات رغم يعني على الأقل ما بنخسرش يعني مستميني مخسرش غير لقائين في كل المباريات 26 منهم باير ميونيخ وبالتالي النادي الأهلي الحمد لله قادر وبيصل عايز أقول في حتى في بطولة الدوري عبنا عشر مباريات أحرصنا 21 هدف أعلى نسبة تهديف صحيح متصميم مع ندي الزمانيك أنا كانت الزمانيك لعب ثلاث مباريات زيادة أقل الفرق دخل مرماها أهداف وبالتالي النادي الأهلي عن مستوى الفني والخططي ما يقلقش بشكل كبير ولكن الناس دايما متشوقة لنادي الأهلي أو عايزة لنادي الأهلي أداء ونتائج ودي الحياة يعني دي طبيعة جمهور ندي الأهلي دايما عايز في رؤيته في أفضل حال وفي أفضل أداء سواء فني أو بدني أو على المستوى الخططي أو حتى على مستوى النتائج عايز أقول لنادي الأهلي إن شاء الله قادر وقدر يعود مرة تانية إن شاء الله للانتصارات بشكل كبير نتخطى إن شاء الله المباراة اللي جاية وإن شاء الله نادر أهلي قادر بإذن الله إن شاء الله نحصل على زي البطولة بإذن الله بإذن الله يا كابتن ومن أخبار الكورة العالمية طبعا النهاردة هو طبعا فوز لابورتا برئاسة نادي برشلونة أنت كنت قلتني بتشجع برشلونة يا كابتن أنا فكرة أننا اتفقنا في الموضوع ده وكانت النهاردة يمكن أقول زيارة رسمية لي بعد الفوز بكورسي الرئاسة على الهوى معنا لقطات لي شايف إزاي مستقبل نادي برشلونة بعد فوز لابورتا بالرئاسة يعني شوفي الحماس اللي شفته كبير جدا والتفاؤل اللي شفته من جماهير برشلونة على مستوى العالم والراحة النفسية اللي بيتكلموا عنها لميسي وأعضاء فريق برشلونة أعتقد أنها تدينا انطباع كبير جدا أن بورتا حيكون لي دور مهم جدا جدا في إعادة برشلونة للهيمنة والسيطورة مرتين مهمة صعبة يا كابتن صحيح هي صعبة ولكن أعتقد أنه إن شاء الله قدر أنه يعيد برشلونة مرة تانية لأجواء البطولات والإنجازات في الفترات اللي جاية هل كومن هو رجل المرحلة؟ يعني المدير الفني المفروض فعلا يكون موجود في الفترة دي؟ يعني حنشوف مع رئيس النادي مع بورتا الفترة اللي جاية اللي ممكن هل هيتم الانسجام والتناغم بينهم ولا لأ؟ لأنه عايزة أقولك أنه مهم جدا جدا رئيس النادي مع المدير الرياضي في الأندية بره بره في أوروبا مهم جدا أن يكون مدير الرياضي مع رئيس النادي فيه توافق كبير جدا جدا مع المدير الفني لو ده ما تمش الفترة الجاية أعتقد أنه برضو هتبقى فيه مشكلة لكومن وممكن يرحل عن برشلونة ولكن كما أنا شايف من وجهة نظر أنه ماشي بشكل جيد مع برشلونة الفترة اللي فاتت رغم ابتعاد برشلونة على المنافسة بشكل جيد من أولويات لبورتا هو ميسي أنه ميسي يفضل في برشلونة طبعا التعاقد مع صفقات تانية مهم جدا ولكن ميسي هو الأولوية الأولى لأي كان حد هيجي كرئيس لبرشلونة ويمكن دي كانت من التصريحات لبورتا وكلنا متفقين على ده الحقيقة برشلونة غير ميسي يعتقد يعني هيكون صعب جدا جدا برشلونة يكمل رغم أن ميسي أقل شوية من في الفترات اللي فاتت ولكن يبقى ميسي هو أسطورة كرة الخدم الحالية وتمنى إن شاء الله أن دمام صلاح إن شاء الله يعني فيه كلام كده أنه ممكن صلاح إن شاء الله يتواجد وده يكون شرف لكل الوطن العربي مش بصد مش مصر فقط لأن صلاح هي ماشي بشكل رائع جدا متصدر الدول الإنجليزي للسنة الثالثة على التوالي وبالتالي أنا كمصري فخور جدا جدا إن عندنا محمد صلاح إن شاء الله كنت بتكلم أنا وأحمد يا كابتن أنه أحمد شايف أنه صعب إن هو ممكن أو يعني مش سهل أبدا أن أنت تروح مكان جديد بعد هو بيفضل استمراره في ليفر بول ويبني على إنجازاته دي كنت بقوله أنه صلاح بالعقلية دي أعتقد أنه في أي مكان هيتقلق برضو هيقدم زي ما قدم مع ليفر بول وإن كان الموضوع مش سهل أنت بتشوف الموضوع ده زي بطفت معيك في أنه في بعض الأوقات التغيير ما يكونش مطلوب يعني تكلمنا عن صلاح في المواسم اللي فاتت أنه بعد الموسم الأول كان لازم يكمل موسم أو اثنين مع ليفر بول خاصة ليفر بول كان صاعد جدا على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء بدليل أنه حصل على التشامبيونز وكانوا متقلقين بشكل كبير جدا ولكن خلاص المستوى الفني وعلى مستوى النتائج كمان ابتدى ليفر بول يبتعد بشكل جدا عن المنافسة وعن البطولات وبتالي ده حيقل كتير جدا مع صلاح أعتقد أن ده الوقت المناسب جدا جدا لصلاح أن ورحل عن ليفر بول تغيير المناخ وتغيير الدوريات وتغيير طريقة اللعب هتفرق كتير جدا جدا مع صلاح في تطوير أداءه خاصة في الكرة في أسباني أعتقد صلاح إن شاء الله إن شاء الله هيكون لدور كبير جدا جدا وهتقلق بشكل رائع جدا إن شاء الله في أسباني طبعا يا كبتن وبشكر حضرتك إنك كنت معي ونورتني النهار دا سي جدا سارة وإن شاء الله أنا أتمنى وكل دعواتنا لنادي الأهلي إن شاء الله في مباراك إسماعيلي وأمام في تكلاب إن شاء الله المحطة الصعبة جدا إن شاء الله نادي الأهلي هتخطى إن شاء الله بشكر حضرتك جدا وبشكر حضرتكم على المتابعة بكرة حلقة جديدة من برنامج السادسة ترجمة نانسي قنقر